هذه المدونة الصوتية قدمت لكم من معهد أولي الهدى المعهد العالمي للعلوم الشرعية ساعدنا في نشر الهدي النبوي وإيصاله إلى ملايين الناس حول العالم من خلال دعمك الشهري لهذا المعهد ولو بمبلغ عشر دولارات شهريا اضغط تبرع على موقعنا ar.seekersguidance.org الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تكلمت في الدرس الماضي عن سنة مباركة هي سنة السحور وسأتكلم اليوم عن السنة الثانية والتي وعدت بها وهي سنة الإفطار وهي في نهاية الصوم ومن السنة للصائم تعجيل الإفطار وعدم التأخر فيه ومعنى التعجيل أنه إذا تيقن غروب الشمس أفطر مباشرة قبل أداء صلاة المغرب ومن السنة أن يكون الإفطار على الرطب أو التمر أو على الماء قائلا بعد إفطاره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام أبو داود ما هو فضل الإفطار؟ الإفطار له ثواب عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على تعجيل الإفطار فقد روى سيدنا سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر أخرجه الإمام البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وروا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا أخرجه الإمام الترمذي في السنن وعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء أخرجه الإمام أبو يعلى في مسنده وإن إفطار الصائم من الأعمال الصالحة المبرورة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم رجاء للثواب وطمعا في عطاء الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا أو حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى ومن السنن أن يكون الإفطار على تمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور رواه الإمام الترمذي في السنن ما فضل الإفطار على التمر وما هي فوائده النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التمر فيه شفاء فقال عليه الصلاة والسلام إن في عجوة العالية وهي منطقة في المدينة المنورة إن في عجوة العالية شفاء أخرجه الإمام مسلم في الصحيح وقال عليه الصلاة والسلام العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم أخرجه الإمام الترمذي في السنن وقال عليه الصلاة والسلام من تصبح كل يوم سبعة مرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر أخرجه الإمام البخاري وذاك الوقت الشريف وقت الإفطار وقت تستجاب فيه الدعوات فهو لحظات مباركات فيه إجابات ترجى من الله عز وجل روى سيدنا عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد أخرجه ابن ماجة وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفع على الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجة هذا الوقت وقت الإفطار يفوت كثيرا من الناس اشتغالهم بتناول الطعام هذا الوقت وقت الإفطار عندما يشتغل الناس بالطعام ينسون الدعاء وربما فاتتهم صلاة الجماعة في المسجد وربما أخروا الصلاة عن أول وقتها وأداء الجماعة في المسجد من آكد العبادات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهدد من تركها بحرق بيته فترك الجماعة بدون عذر شرعي من الزنوب التي ينبغي أن نستغفر الله منها ولو أننا اقتصرنا على إفطار خفيف من تمر وماء ثم قمنا إلى الصلاة بجماعة في الصف الأول لحصلنا السنة وحصلنا ثوابا عظيما ومما ينبغي الانتباه له أن ننظف الفم من آثار الطعام عند وقت الصلاة لألا نؤذي الملائكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما شيئا وهو قائم يصلي أخرجه الإمام الطبراني في الكبير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى صيام مقبول محفوف بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكرمنا بأنوار هذا الصيام وأن يكون سببا لرفع هذا البلاء عن الأمة آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على استماعك إلى هذه المدونة الصوتية التي تم تقديمها إليك من معهد نور الهدى المعهد العالمي للعلوم الشرعية زورونا على الرابط ar.seekersguidance.org للوصول إلى علوم شرعية موثوقة تدرس من قبل علماء مؤهلين نحن نقدم عددا من الدورات والمدونات الصوتية والمقالات والفتاوى على نطاق واسع نود منك دعمنا في نشر العلوم الإسلامية المجانية وإيصالها إلى الملايين من الناس حول العالم من خلال التزامك الشهري معنا ابدأ من اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله فلا تنسى أن تشيع هذه المدونات لتسهم في نشر الهدي النبوي